منتخب المغرب يضرب منتخب فرنسا بخماسية ويتأهل رفقة منتخب السعودية إلى دور الستاشر من كأس العالم لكرة القدم الإلكترونية الرياض الفين تلاتة وعشرين السلام عليكم ورحمة الله مليون مبروك لرجالة منتخب المغرب لكرة القدم الإلكترونية اللي شرفونا النهاردة في كأس العالم لكرة القدم الإلكترونية أيضا رجالة المنتخب السعودي تأهل المنتخب المغرب والسعودية إلى دور الستاشر من كأس العالم لكرة القدم الإلكترونية تبعنا مع حضراتكم البطولة منذ بدايتها 24 منتخب تم تقسيمهم إلى أربع مجموعات كل مجموعة فيها ست منتخبات بمشاركة تلات منتخبات عربية المجموعة الأولى اللي كان فيها السعودية وقطر والمجموعة التانية اللي كان فيها منتخب المغرب بالنسبة لنظام البطولة كل المنتخبات بتلعب بعضها زهاب وإياب يعني كل منتخب بيلعب خمس مباريات كانت مباريات الزهاب بالأمس ومباريات الإياب النهاردة وكل حاجة انتهت واتضحة من تأهل إلى دور الستاشر بالنسبة لمنتخب المغرب اللي بيقدم أداء مشرف جدا في هذه البطولة واللي تاني مرة على التوالي بيشارك في كأس العالم لكرة القدم الإلكترونية لعب عشر مباريات أول منتخب لعبه هو منتخب فرنسا منتخب فرنسا النهاردة المغرب بيفوز عليه خمسة مقابل واحد نتيجة كبيرة ونتيجة سقيلة تعطي الأفضلية للمنتخب المغربي مليون مبروك للمنتخب المغربي في مباراة الزهاب كانت تعادل منتخب المغرب مع منتخب فرنسا اتنين مقابل اتنين أما أمام أمريكا في مباراة الزهاب فاز منتخب المغرب أربعة مقابل واحد والنهاردة منتخب المغرب بيتعادل مع أمريكا اتنين مقابل اتنين أما قصاد إيطاليا المغرب فاز في المباراة الأولى واحد مقابل لاشيء وفي مباراة النهاردة مباراة الإياب اتعادل المغرب مع إيطاليا واحد مقابل واحد أما أمام ماليزيا الخصم العنيد تعادل منتخب المغرب في المباراة الأولى أمام ماليزيا واحد مقابل واحد وفي المباراة الثانية خسر المنتخب المغربي أمام ماليزيا واحد مقابل ثلاثة والمباراة الأخيرة كانت المغرب وفنلندا في مباراة الزهاب واحد صفر للمنتخب المغربي ومباراة اليوم تعادل أصاد منتخب فنلندا ليصبح الترتيب النهائي للمجموعة الثانية المغرب في الصدارة برصيد 17 نقطة فرنسا في المركز الثاني برصيد 16 نقطة فنلندا في المركز الثالث 15 نقطة إيطاليا في المركز الرابع ب13 نقطة أمريكا في المركز الخامس 8 نقاط ماليزيا في المركز الأخير 8 نقاط وبالنسبة للمتأهلين إلى دور 16 من هذه المجموعة المغرب فرنسا فنلندا إيطاليا إذن المغرب يتأهل إلى دور 16 متصدرا لمجموعة الفائدة من تصدر المجموعة هو أن تواجه في دور 16 خصم تواجد في المركز الرابع فيكون اقل منك في المستوى مليون مبروك للمنتخب المغربي تأهله الى دور الستاشر بالنسبة للمنتخب السعودي اللي عمل نتائج طيبة ايضا فاز في المباراة الاولى على كندا واحد مقابل اشيء وعلى هولندا خسر صفر تلاتة مع الدنماركي فاز اربعة واحد مع الارجنتين خسر صفر واحد ومع قطر فاز واحد مقابل اشيء ليصبح ترتيب المجموعة الاولى اللي بيتواجد فيها المنتخب السعودي والمنتخب القطري الارجنتين في الصدارة تلاتة وعشرين نقطة هولندا في المركز التاني تسعتاشر نقطة ويأتي في المركز التالت منتخب السعودية بستاشر نقطة الدنماركي رابعا بستاشر نقطة كندا في المركز الخامس تمان نقاط وقطر في المركز الاخير نقطة واحدة اذا يتأهل المنتخب السعودي صاحب المركز التالت في المجموعة الاولى الى دور الستاشر مليون مبروك للأخضر السعودي وهارد لك لمنتخب كطر اللي بيوضع البطولة من دور المجموعات مليون مبروك للمغرب والسعودية وهارد لك لمنتخب كطر بالنسبة لموعيد مباريات دور الثمانية ودور الستاشر هتكون غدا بإذن الله الخميس 13 يوليو 2023 القنوات النقلة هي الصفحة الرسمية لكرة القدم الإلكترونية على الفيسبوك بالنسبة لمنتخب المغرب تنقل مبارياته الصفحة الرسمية للجامعة الملكية المغربية على اليوتيوب وعلى الفيسبوك نتابع مع حضراتكم كل الأحداث الرياضية طلعنا نفرح مع السعودية والمغرب بتأهلهم لدور الستاشر لا تنسونا بلايك للفيديو اشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته